أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم حملته استعداداً لاستفتاء السادس عشر من نيسان أبريل بشأن تعديل دستوري يوسع صلاحياته وسيجول الرئيس التركي في أنحاء البلاد خلال الشهرين المقبلين لكسب أصوات الناخبين من مدينة كهرمان ميراش شرقي تركيا أطلق أردوغان حملته للتصويت بنعم على الاستفتاء لتعديل الدستور مباشرة بعد جولته الخليجية ربما جاء اختيار المدينة لأنها مناحته أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منذ عامين وأغلبهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم احتشدوا في صاحة المدينة النظام الرئاسي هدفي لقد دافعت عن التعديلات وأصريت على هذا منذ وصولي على رأس بلدية إسطنبول لقد ناضلت وسأواصل النضالة لأني أعتقد أن هذا سيكون إيجابيا لشعبنا ولأمتنا استفتاء محفوف بالمخاطر فالمعارضة أعلنت رفضها التصويت على التعديلات الدستورية حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة أعلن رفضه للتعديلات أما الأكراد الممثلون بحزب الشعوب الديمقراطي والذي يقبع زعيمهم وبعض نوابهم في السجون فقد أعلنوا كذلك رفضهم وحدها الحركة القومية إذن أعلنت دعمها للتعديلات الاستفتاء يأتي كذلك في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها تركيا بعد سسلة هجمات دامية التي تبنها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني كما أن البلاد لم تشفى بعض من صدمة محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت فيها السلطات رجل الدين وحليف أردوغان السابق فتحل قولا وتسببت بحملة تطهير واسعة في أجهزة الدولة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا شهران من الحملة الامتخابية يمكن أن تكلل بنجاح رهان أردوغان وتغير وجه تركيا تغييرا جذريا